أهلاً وسهلاً بكم متابعين الكرام سنقدم اليوم لكم وصفة مترجمة من أخصائية الصحة والجمال ستتكلموا عن علاج للمسام المفتوحة وطريقة التخلص من الثقوب والبذور على البشرة تابعونا بعد الفاصل فضلاً وليس أمراً أن تشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس ولا تنسوا الوضع على لايك أسفل الفيديو المكونات التي تحتاجها بسيطة أولاً الزبادي أو الياغورت بالمغربية تحتاج أيضاً إلى الليمون نحتاج إلى قناع أي قناع لديكم أي قناع متوفر لديكم يمكن استعماله تحتاج إلى العسل النحل ونحتاج أخيراً إلى وعاء لنقوم بخلط المكونات معاً تقوموا الآن بوضع ملعقتين من القناع كما تشاهدون الآن ستقوم ببشر بعض من كشور الليمون في الوصفة كما تشاهدون هذه الآن تقوم بتقشير الليمون والليمون ممتاز جداً في هذه الوصفة ليحتوي على فيتامين سي والآن ستقوم بأيضاً أخذ تقريباً ملعقة من عصير الليمون لأنه يستعمل الليمون كمفتح للبشرة ومقشر رائع جداً ومضاد للبكتيريا والفطريات تأخذ الآن ملعقة من الزبادي أو الياغورت إلى الوصفة وتقوم الآن بخلط المكونات معاً وجيداً كما تشاهدون ليصبح مزيج يعني ممكن أن نضيف ملعقة أخرى أيضاً من الزبادي إذا كان طبعاً هو يابس أو يعني متماسك جداً لكي يكون مرن الآن تضيف ملعقات عسل كي تحصل على قناع سلس ويعني بسيط الآن هذه الوصفة ممتازج جداً لتفتيح البشرة لعلاج الفطريات والمشاكل التي تظهر على البشرة ممتازة جداً الآن ستستعمل كشور الموز والمعروف عن كشور الموز أنه يكافح طبعاً التجاعيد يكافح الحبوب التي تظهر في البشرة يكافح أيضاً وهو يعمل كمضاد للأكسدة في البشرة فممتاز جداً هذه الكشور أنا نصحكم دائماً باستعمال هذه الكشور لأنه أيضاً يعمل على تفتيح البشرة وطبعاً إزالة الشحوب من الوجه لأن تقوم بعملية التطبيق لطبعاً الوجه والبشرة كما تشاهدون تقوم بفرق البشرة بالطريقة التي ترونها أمامكم الطريقة أعتقد أنها بسيطة والمكونات متوفرة في كل بيت لا تحتاج إلى أي معناء في هذا الموضوع فقط استعملوا هذه الوصفة بالتحديد هي أيضاً تعالج التجاعيد والبقع الداكنة في الوجه الآن ستقوم بفرد هذا الماسك وهذا القناع على الوجه كما تشاهدون تستعملية فرشاة لفرد ولسهولة تسهيل موضوع الفرد هذا القناع على الوجه كما قلنا لكم أن الليمون الذي يستعمل في الوصفة هو مضاد قوي جداً وممتاز للبشرة بعالج الفطريات بعالج ظهور الحبوب والبذور عليها أيضاً بعمل على شد وإغلاق المسمات المفتوحة في طبقات البشرة طبعاً والجلد كما تشاهدون يتوزح الآن القناع التي قامت بصنعه على الوجه بهذه الطريقة الآن بعد 30 دقيقة من وضع القناع وأتأكد أنه جف تقوم الآن بغسل طبعاً الوجه جيداً بالماء البارد والشرط الأساسي هنا الماء البارد يعني كي يقوم بعملية شد للوجه كما تشاهدون ها هو الوجه يعني بهذه الصورة أمامكم ننصحكم باستعمال هذه الوصفة حسب درجة الثقوب والمسمات الموجودة ممكن استعمالها يومياً أو ممكن استعمالها ثلاث مرات في الأسبوع حسب الدرجة لديكم شكراً لكم على حسن المتابعة ولا تنسوا الضغط على لايك أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والسلام عليكم